تبدو فكرة تحويل أكوام النفايات البلاستيكية الملوثة للأرض وغير الصالحة للاستعمال إلى مواد تستخدم في البناء خيالية إلى حد ما لكنها أصبحت واقعاً مع افتتاح أول مصنع كبير الحجم في العالم في كوستاريكا يحول المخلفات البلاستيكية إلى مواد بناء أساسية المشروع طوارته شركة CRDC العالمية ليعمل بكل طاقته لمعالجة 90 طن من النفايات البلاستيكية بشكل يومي وذلك من خلال عمليات مجربة وحاصلة على براءة اختراع ومن المقرر أن تفتتح الشركة مصنعها الثاني في يورك في بنسلفينيا بالولايات المتحدة الأمريكية والذي سيكون قادراً على معالجة حوالي 9000 طن من النفايات سنوياً كما تخطط الشركة لافتتاح مصانع أخرى على نطاق أصغر في جنوب إفريقيا وبريطانيا لتنتقل إلى المكسيك وغيرها من دول العالم وتشير التقديرات إلى أنه يتم إعادة تدوير 9.5% فقط من النفايات البلاستيكية أما النسبة المتباقية البالغة 90.5% فتنتهي في مدافع النفايات أو في المحيط أو يتم حرقها ويستخدم المصنع نظاماً فريداً من نوعه في العالم لأنه يستخدم المخلفات البلاستيكية الغير قابلة لإعادة التدوير ويحاولها إلى مجميع قيمة لاستخدامها في مشاريع البناء ويقبل هذا النظام أي نوع من البلاستيك ويحاوله إلى مجموعة من الركام الخرساني الذي يتم تسويقه وإنتاجه وبيعه لسوق البناء والذي يستخدمه في مشاريع بناء المباني والطرق ترجمة نانسي قنقر